اشتركوا في القناة 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 وصلنا اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة اشتركوا 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 في القناة الجميلة شافته في الطريق وما ظهرش منه ظل كل قدم رايحة فيه شبعت يا باب ما كانتش خيشك ملقاش نفس دابل زيك من قاعدتها في البلد عيضة تقضي المصابحة في اسكندرية وها دي اللي خدناه بالجامعة بكرة الدنيا مش هتساعد لما تشوفها دكتور عوال جميلة ما تتخرج من الطب هيكون الدكتور سامي كوش على عيانين البلد كلها صح ساعتها اجرى عليه وطخه وبنت اخوي تاخد عياته قفى يا نا من القاعدة ومطارين لانه سبق بالشر عديد الولد دا من بكرة هيكون لتصرف تاني معاه نقول ليه الكش يا أهلي البلد انت شتور سامي بادح حياته في البلد وكشف فيها شفاء يا أهلي البلد انت شتور سامي بادح حياته في البلد وكشف فيها شفاء يا أهلي البلد انت تور سامي بادح حياته في البلد وكشف فيها شفاء ونتبحث ليه يا حون يا أهلي البلد انت تور سامي بادح حياته في البلد يا أهلي البلد يا أهلي البلد ما تتعبش نفسك يا جاتور احر البلد ما بيعرفوش يجروا شين اللي هفتا هيجي يوم ويعرفوا يقروا رب واي وحتستنى هنقل الوايط ما يتعلم ويجرم مش هستنى كتير اليوم ده جاي قريب ان شاء الله والله خلاص هقتوا مني وده معجول نزعج منك ده انت ان ننور البلد منوره بأهلاه عارف ميني اللي بيكلمك دلوقت اتشرف انا محمود الرشيدي اهلا وسهلا وانا سامي ابن العدوي الله يرحم انت كنت تعرف والدي كان باش كاتب الجامعية الزراعية راجل كان يتحط على الجرح يطيب اتفضل وتشكر انا طالب منك خدمة امر انا عاوز تجيب لي راجل تسق فيه اشتغل معايا تمارجي انا هعلمه شغلات التمارجي بس شرط يكون امين وش معنان اللي بتطلب مني بالذات طلب زي ده بصراحة انا ارتحت لك خصوصا انك كنت تعرف والدي الله يرحم عايز المعرفة انا اسف اذا كنت بتقال عليك يا دكتور انت تقمر الان ساذن انا مع الف سلام شرفت يا دكتور انا مستنظرك بكرة في البيت خير عايز اعمل معك واجب اتفاضلي دكتور متشكرا عجبت الواكل فرنجي ده يا دكتور يسلم ايدين اللي عمد ايوان ما انت بتشهب جهة فرنجي برضو اسمه نسكافيه باب صح ساتنى فور ايوان ما جميلة لأتوارة برضو صحيح ايوان سنة تلتا خب عزيم دكتور مش هتفتكر حاجة من البلد عاد او باي هيفتكر ايه ولا ايه ده امه سابت البلد وهي شايله على يدها وكان عيد صغير عمره سنتين مش اكده يا اخوي امك ما جلت لكش حاجة عن موت ابوك حكيتلي طبعا قلت لك ايه قلتلي انه مات في حدسة وهي ما جاتش معك ليه والله نفسه شوفها يديك تلطل عمر يا حاجة والدتي توفت الباية في حياتك متشاكر يعني انت مكتوع من صجرة اخويا الكبير مالا هو فين بتشوفه مفيش حد في الدنيا حاب اخوات دي معاني وعمر ما شفته عاشته لعمر في الكويت كانت جواباته هي الشيء الوحيد اللي بربطني بيه كنت قرها كأنها جوابات غرامية من كتر مقرتها حفضتها بعد تلق تلق نفسي اشوفك قال لي لما تبقى دكتور حتشوفني كان كله امل ان ابقى دكتور اول حاجة عملتها لما تخرجت بعضت عبشاره وقعدت مستني وصوله مستني يوفي بوعده لكن للأسف جاني خبر موته انطخ ربنا رحموا يا اخوي حتى ما عرفتش اعمل له كنازة ولا خد فيه العزم شوفت كيف جاعد يبص في وشوشنا ويقول ان ابوه مات في حادثة يا رجل احسن اتظن بيه امه كالستة عقل لو خبت عنه لو خبت امه عنه اخوه ما يخبيتش اخوه نخر عائل اخوه سماوي هرب من السجن وصفر على برة والله خبر موته نزل على جلبي ما يسجع هو شاب مليح وزين صعب على جميلة لما عرفت انه وحداني جميلة درينة بالدور وش دراها هي مشغولة بمذكرتها وجمعتها امانها عليك خلي قلبك يصفاله المسهل بيقول حرس من صاحبك ولا تخونه والمسهل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك جاصدك ايه؟ عشان اللي قدر الله لو مكتوب له يعرف الحقيقة بيعرفها وهو مناسبك وانت جد اولاده جوزته البنت وخلف منها كمان جطيعة تكتع النسوان وشورتها موسيقى موسيقى صباح الخير صباح النور على فين بدري كده؟ تحب تتفسح معايا؟ ام اي تعرف اني يليلة مبارعة اول ليلة انام فيها وانا فرحدة هيى صارة كانت بسيطة بس حسيت ساعتها ان انا انسانة متنصورش الوالcher اناذا انا عايشا في البلد دى الناس هنا بتنم من المغرب زي الفراخ لا ده كان زمان لكن دلوقتي اكيد الحال اتغير لما دخلت الكهرباء دخلت الكهرباء والناس برضه بتنام من المغرب انت ناس المطاريد انا مندهش مفيش حد قادر يوقف المطاريد عند حدوك البوليس بيعمل ايه انا قابلت زابط النقطة شكله مش ناوي يعمل حاج هنا مفيش حاجة بتتعامل حتى الساعة ما بتنشيش بص كده على العرب الثواني هتلاقيه ماشي بتلكه الحاجة الوحيدة اللي بتتعامل هنا الخلفة الناس هنا بقى بيخلفوا حلوة قوي وانت ما فكرتش تساعديهم اساعد مي اهل بلدك لو فكرت هتعملي شيء يفيدهم بتأكيد ساعتها مش هتحس بالملأ وهيبقى لحياتك هدف انا عندي هدف لما تخرج ان شاء الله بابا هيفتح لي عيادة في باب اللوق ساعتها ممكن اكون دكتورة مشهورة هو باب اللوق ناقص ده كترة اهل بلدك اولى برعايتك كلامك ده جميل بس انا للأسف مش مكتفق معاك انا بقى عكسك تمام اهل بقى اهل بقى اهل بقى اهل بقى اشغال ليلة اهل الله اجيب لك شوية ماء يا اخوي لا كابوس وانزحل اهل فيش يشغل جلبك ورجد على صدرك مواكلك بد الإدابة وقلبه ماتخلاكش الشاي لي خوافني رايح فين يا برجال حشب لو رجال يستحجي وسألون عليك اخوي راجع قبل الملامة ده اشتركوا في القناة 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 اوزر الكلام بصرف النظر على اللي جايلة بعد اذنك يا دكتور سامي ما دونت عارف اسمي لازم اعرف اسمك اسمي عابر سبيل اشتركوا في القناة 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 حسيت ان هلاقي فيها نفسي ولقيتها لقيتك وحبيتك وانتي انا مستغرابة قوي بتفتحني بحبك بكلام عن الكره والعداوة اعوذريني اصلي فيه حد حزرني من الرشايدة وانا يهمني اعرف حقيقتنا سايبي لو بتحبيني بجد ما يهمكش كلام اي حد تسمعه من بره انا اسف هشوفك تاني هفكر 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 اشتركوا في القناة 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 ماذا يا قلت؟ عرق الشرس عكتبان ماذا؟ ماذا؟ لا فيني مشوم يا أخوان لا فيني المندوق يا قلت؟ لا فيني المندوق يا قلت؟ يلا يا هاجم يلا يا هاجم ماذا؟ 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 ها اشتركوا في القناة 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 هيا لا هيا لا هيا لا أعطى المترجم أعطى المترجم هيا جائز ممكن نمشي يا دكتور هندي لك نصيحة أمانه متهمل سيب البلد ورحل مع السلامة يا دكتور معاك حجة الأرض إلا لا؟ معايا والخج أه هوك عديك أسلفك عايزة كار خمسميات عدهم لك ربهمية بس لا بقى المية هاخدهم فارد للدان ليه هتلاحهم بالفايز؟ ما عندوش فلوس هاتوا خلصني هاتوا خلصنيات هاتوا خلصنيات بس أنا مقدرش أشتري ليه؟ ما عجبك شي؟ صنفي كويس لكن أنا ما أقدرش أخرج به من البلد تقدرونتو؟ وما نقدرش ليه؟ المطاريد ناسين عملوا إيه السنة اللي فاتت؟ نهبوا الحمولة كلها السنة دي حاجة تانية يا أخوي جابر مرمي في الجبل ما يقدرش يتحرك عاد ما دام كده هاتلي الأفيون مصر وقبضك تامن لما يوصاني مبروك هاشم هايب عبد تمشي على الدهلة ده وتبعدي عن هاشم أسبوعين لا خافي تجوز علي طبعا إذنك يا سيني أنا روح بقك عني هاشم لا داميلا أنا هول هشي هاشي 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 لا تفقى أف يا هاش ويه يا عم أنا يهمني خوش خوشك الله بلاد اللي باط خوشي أنت تخشي système باستخدم الخوشي خوشي يجرب لم تفقًا من الأرغرب وendar مطلق الفون موسيقى 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 اتفضل اتفضل اه فين هاشم هاشم سافر مبارح بالبيجو طب اه انا عايز اتسأل مراتو شوية تسأل تجعل حريمي احض الزابط انا بعمل تحريات في قضية افيون يا رشيدي والمطاريد صابوا الافيون في العربية يبقى المطاريد والمطاريد صابوا الافيون عشان ينجلوا في انا افيون في حريات بتقول ان هاشم كان سايا العربية والمطاريد اتلوه فضل الله لفلك يا عزابط ده هاشم يستمكلمنا بالتالي افهم من اسكندري هاشم فين هاشم فين اسكندري وهيجينت مش هيجي هاخد المركب ويزافر بلاد بار حاجات دي تخصه هاشم عازي تستمين حاجات دي كف العربية اللي سرج العربية سرج هدل فيها حد الزابط مستلقى كويسة مش هي دي حكته مستلقى كويسة مش هي دي حكته سهرانة طول الليل تحضر فرح جميلة دخلتها الخميس الجاي او بال عندك وتعمل الفرح من غير عماية هاشم ما يحضره شغله اهم من الفرح على بقك الشغل اهم اروح انا بقش في شغلي مع السلام وحضرتك اول المعازين طبعا ان شاء الله يا براه شكرا موسيقى 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 انا اسف يا جميلة لو ستني بابا يتأكد التهم على بابا السمي مين عارف يمكن لما نتجوز ومسألة اعدي على خير بابا يحس ان ربنا زطرها معا ويكون دابرس لي يبطل العمال اللي بيعملها صدقني يا سمي سوى اخترت انك تتجوزني او تسيبني فانا بحبك مهما جاني اختي يا رب هفضل حبك موسيقى موسيقى ايدك يا استاذ ايدك يا استاذ قول معايا قبلت زواجها قبلت زواجها على سنة الله ورسوله على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الامام ابي حنيف النعمان وعلى مرة به دردوا اكتركوا في القناة رائ Regan خل May اشتركوا في القناة 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 تلعون دي دنيا بدل فيها امثالك اخوك الجادل وعند الدليل لا انا اخويا ما يقتلش انت اللي تقتل لانك خسيس ومجرم انا استحملت اجرامك عشان خاطر بنتك لكن ملعوني الحب اللي على حساب رجلتي ملعوني الحب اللي على حساب دم ابويا انا بليه من دم ابوك انا دفلت البياد لقد اوك انا اظن ايها انا انا اه! قولوك موسيقى انا ادنك موسيقى موسيقى انا لم تتحجن طيبة ايه بخوك ويه اللي يخلي ايه ابن ايت الابوه اخوكت الامره طمع جاشة بيع ابوك حتة ارض تاني ملوكها وصرف فلوسها عالغوازي واشترا بنده جاء وجعدت مختر بيها في البلد ابوك فشل في اصلاحها وفي الليلة المشقومة ابوك دخل الجمعية لباه بيسربها ملوك تعمل كده ليه يبني راح تخرو ترجمة نانسي قنقر اذا دعوك سيدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 وحكمة موسيقى موسيقى وطخ بيه أبوه ويهتلوا ليه ويهوا في القصاد الرشيدي ويسرك حسابات الجامعية الزراعية جامل الرشيدي لعب لعبته وقاتله وإيه الدليل ولا دليل عندك ولا عايزك تصدقني سامي سامي شيل يدك من الموضوع خالص سيدنا الرشيدي إحنا الاتنين أموات نعرف خلاصنا انت حقيق انزل الناس هيش وسطيهم ونفحهم في علمات لا أنا مش أنزل من أنا لما أعرف الحقيقة بعد كل ني قلتهولك تقولي الحقيقة الرشيدي جاتي لأبوك هتبطل شيل همك لوحدك كده اتكلم يا سامي احكيلي يمكن قدر أخفف عنك همي وعذابي وحرتي حملة قيل لكن انكتب عليها شيء لوحد بتقولش كده يا سامي أنا مراتك حبيبتك أنا مليش في الدنيا دي غير كنت متحسسنيش إن أنا بعيدة عنك انت أقرب ليا من نفسي بس أنا تاين بدور على الحقيقة ومش عارف ألاقي قلتلك نبعد عن هنا نسيب كل حاجة ونشوف مستقبلنا أكيد هنبقى صعدة لا أنا مش ضعيف أنا لو مشيت من هنا هبقى بهرب من نفسي ومن حقيقتي وأنا لا يمكن أمشي من هنا إلا لما أوصل للحقيقة تلماك ده بيخوفني من الحقيقة اللي انت عاوزها لكن مدامتي رغبتك أنا هفضل جامبك لقيت ما توصل للي انت عاوزها منك لله يا رسيدي منك لله تسلع أرض مني يا رسيدي منك لله التفاهم ما يبقاش في الشارع يا حجة انت تعرف الحياة تطلع فلوس بالفايد وتسلع حجة الأرض روح منك لله من المجادة الدكتور اني جتبت أبوه الموضوع دي أنا وانفتح يجب مش هنخلص الدمارجي شافه بعنيه وهو طلع الجبل يكون بيامل التفاهمية ضدنا يكون حاطة يده في يد المطارد تطخه دي ترصستان كيف أبوه يا رشيدي يا رشيدي يا رشيدي عايز هي من الطرف يا با عايز سلامتك بجلك اسبوع مسائل عني خلاص المطارد أخدوا وبطلنا نزرعوا الدني حتة نيتعبان جوي 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 يا رجل روح شفنا الجبر التوير منك لله يا وشيدي منك لله يا وشيدي منك لله منك لله وريني بوك صدك يسلم إيدك يا دكتور وليلي يا حاجة أيوة مش فاكر حاجة عن قضية قتل العدوي ده شيء بقاله زمان من سنين الرشيدي هو اللي قتله مش كده الرشيدي ظالم بس الإنسان لازم يقول الحق الرشيدي بريء من دمبوك بس أنا سمعت الناس بتقول إن الرشيدي قتله ولبس القضية لأخويا لأ يا بني الظلم حرام فتك بعفي يا دكتور اسمه عجابل الصاحب اللي يضر عدمه بي بيني وبيني يا دكتور سامي يخصني واحدي أخوك بلغ عنا وهي يجي الدنيا علينا لا مش أخوي يا بدران دابني لعدت سنين طويلة ربية لجلي ما شوفه الراجل هرمت نفسي من كل شيء في الدنيا لجلي ما يزبح دكتور وادماها بيه قدام الخل وشوف نفسي فيه جاي النهاردة عايزنا تخلى عنه بالبساطة داي مستحيل مستحيل يا بدران بكرة الحكومة تحاصل الجبل وتستطنى واحد ورداني يستكي يا بدران ياكش تكون خايف احنا ما نخافش حتى من موت لكن يا عز علينا نروح وبلاش من تحت راس عيل اللي مش لها تتعليه مع الشيكنا يفرجنا يا بدران انت قل طب احنا نفرجينا كلنا كلم عن نفسك بس ترجمة نانسي قنقر طب احنا نفسك بس اوه اوه عبر حاكم ييه الدكتور اللي فين حل باسم يا دكتور طب تعال معي عندك طلبي بس تعال معي العيادة عندي طلبك مش قبل ما تجاوب على سؤالي سؤالي مين اللي قتل العدوي اخوك جابر هيبقى مش هديك حاجة مين يا دي الحقيقة انحانا مروف خلي الرشيدي يدينا الرشيدي مفتري هو اللي علمني كيف وخلاني مدمن وخلكش هدت زور وحلفت يمين الله باطل قدام القاضي راسب عني هدينا واني كيف مش هادل الرشيدي هو اللي قتل أبويا ايوه هو القتل انا اللي ساعت من بقيت أخوك هادل هادل هامر 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 الرشيدي محمود الرشيدي هو اللي قتل أبويا انا متأكد انا مش فاضي يا سامي احنا طلعينه وبضع مطاريدي ساهم المطاريدي بقى اخويا ادينا فرصة اطلع اقنعه وسلم نفسه هامر هنجدون منظار قبل ما نضرب عليه اطلع انا مش فاضي هامر سليمان 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 قوي دكتور سامي عرف الحجاجة عرف كل حالة نهيتها تكون على يد دي مش عايز الليل يمس عليه وهو حي قول الله يرحمه فنجوزك يا جميلة ما عرفش انت عاوز منه ايه؟ ارجع البيت ابوكي دلوقيت انا ما سيبش بيت جوزي اعجلي يا جميلة جوزك ناولنا عالصار ارجع البيت ابوكي شربان فعنك انت انت ناويين تعملوا افسام لو ناويين تقتلوا يبقى تلوني انا الاول ذا مجمع جاذن الجاذن جاذن الجاذن سمحني سمحني أخويا صدقتني بريئ أنا ظلمتك يا جابر ولازم أردلك الجميل تقولش جميل يا سار أنت أخويا أنت أبني كنت بعدي لأيام الليالي لجلة ما شوفك دكتور تبت ملنا أفضل عايش لجلة ما تحويكش لحد تمدي يدك النهاردة أنا متطمن عليك عايزك تبتدي طريقك أبيض نظيف أما أنا في طريقك أنا طريق عارف إن هاي لا طريقك هيبقى نظيف أنا ناسبت براتك جابر سلم مفسك جابر وين عندي الشهود اللي هي اسمته براتك ما دي الحكم اللي عليا صدت بجاله 15 سنة مستحيل أسلم نفسي دي الوكة جاب لي منتج من رشيدي وخلص تهاري منه موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة اشتركوا في القناة 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 لا ماليش يا ساني قلي كنت عارف نهايتي خد دراتك ومشي مشي مدير نلبس وراكم عشي خاطر ينسى الماضي انساني يا خواني انساني خالص يا مش هتخلعلك مش هتخلعلك أبدا يا جابر شكرا شكرا شكرا